ده دي في البطل بتاع فيلمنا اما ديفا بتكون شاينة وفيلمنا بيبدأ وبنعرف انه شخص تافي ومستهتر واي حاجة بيعملها في حياته لازم يكون فيها متع وإصارة وفيهم بياخد صاحبه وحبيبته بيساعدهم يهربوا علشان يجوزهم لبعض واول ما بيشوف شاينة بيعجب بيها جدا وشكلها داخل دماغه وبيعرف انها صاحبتها العروسة وهي ما بتكونش متقبلها وبعدها بيكلم ام العروسة وبيقولها بنتك رايحة المعبد علشان تتجوز وفي الطريق بيشوف الطفلة جامكي بتلم تبرعاته بيديها فلوس وبعدها بيوصلوا للكاهن علشان مرسم الزفاف ولما بيسألوا عن عقد الزفاف بيمثلوا نضاع وبيستنى امها توصل للمعبد وساعاتها بيرميل صاحبه علشان ياخده ويلبسه في رائبة مراته وصاحبه بيسأله ازاي تبلغ امها وفي نفس الوقت عايزنا نتجوز فبيقولهم علشان بيحب المتعة والإصارة والعروسة بتشكره لانه بزكاة واكبر امها تحضر الجوازة غصب عنها لكن شاينا شايفها واحد مجنون وتصرفاته كلها غريبة وام العروسة بتقوله انا عضوه في البرلمان وفي يوم هيخليك تتزال وتتهان وتركع تحت رجليه وهو بيفضل يضحك على كلامها ومش فارق معاه وبنعرف انه لما تولد كان عمال بيدحك وكل الاطفال بتشرب لابن وهو بيلعب وكان بيسوء العجل على اسطح المنازل بيجانب انه ذكي جدا وبيقدر يستخدم ايدل اتنين في وقت واحد وبيحب المغامرة في كل حاجة بيعملها في حياته وتاني يوم الطفلة جامكي بتلم منه تبرعات كل ما بتشوفه وبعدها شاينا بتكون موجودة في الكافيه وهو بيروح لها وكالعدد بيفرد نفسه عليها وبنعرف انها دكتورة نفسية وبتحذرها علشان يعبد عنها لكن بيلاقي شباب بيضايقوا بنات والناس بتتفرج ومحدش عايز يساعدهم فبيروح ورا شاينا وبيقول لها انا بحبك فبتقول له وانت بالنسبة لي اصداع وبعدها بتسيب المكان وتمشي وبيرجع الكافيه وبيضرب الناس اللي كانت بتتفرج عالبنات وبيقول لهم ازاي مش عايزين تساعدوهم ومحدش حاول يدافع عنهم وبعدها بيفضل يهزق في الشباب اللي كانوا بتحرشوا بالبنات وساقاتها بيدربهم وبيخليهم يندموا على كل تصرفاتهم والناس بتصور كل حاجة بتحصل ووقتها الشرطة بتوصل للمكانه بتوبض عليه وتاني يوم الفيديو بانتشر على اليوتيوب وشاينة بتشوفه وبيبان وقتها انها بدأت تعجب بيه فبتقرر تروح الاسم علشان تخرجه وهو بيقول لها اخيرا وقعت في حبي وبيفضل يعكسها وبعدها ابو بيوصل للمكان بالموتسكل بتاعه وبنكتشف انه مجنون زي ابنه وبيفضل يدرب فيه علشان عملله مشاكل وبعدها بيروح البر وبيسكره هما الكنين وديفي بيديها رسالة وبيقول لها تقرأها بعدين ولما بيفكدوا الوعي بسبب الخمرة بيكون كاتب لها عنوانه في الورقة علشان تروحهم وللاسف اول ما بتوصلهم بتلاقي امه بتختلفش عنهم وكأنها جينات ومتورثة في العيلة وهي هناك بتشوف الشهادات بتاعته وبتعرف انه دايما متفوق ولما بتسيب البيت بتكون سرحانة وشكلها وقت في حبه ومع الوقت بيقربوا البحض جدا وكل واحد فيهم بيتعلق بالتاني وبيتفقوا على الخطوبة وتاني يوم بيقابل ابوه علشان يطلب ايديها وبيسألوا ليه سبت 32 وظيفة قبل كده فبيرد بكل برود وبيقولوا علشان ما لقيتش فيهم الموتعة والقصارة اللي عايزها فبيقولوا ممكن تتفرج على البيت علشان شكلك هتعيش معنا بعد الجواز ووقتها بيحس بالاهانة وبيسيب المكان ويمشي وشاينة بتروح وراه وبتقولوا لازم تلاقي وظيفة فبيقول لها من بكرة هتلقيني شغال وفعلا بينفذ كلامه وبيشتغل في معمل كيميائي وبيبدأ يقرب اكتر واكتر من حبيبته ومحدش منهم بيقدر يستغنى عن التاني وبتقدم له هدية عبارة عنقلادة وهو بيكون فرحان جدا بيها وبعد فترة شاينة بتكتشف نساب الوظيفة وبتسأله انت لياه عملت كده فبيقول لها علشان ما لقيتش الموتعة والقصارة وحياتي بقيت جحيم فبتفضل تزعقله علشان فاشل ومش عايز يتحمل مسئولية وبتقول له شكلك قررت تهتمد على فلوسي وتعيش في بيتي بعد الجواز فبيتضايق جدا من كلامها وبيرفض انها تتأسف له وبيقول لها لازم نبعد عن بعض وبيعرفها لو النجاح بالنسبة لها متمثل في الفلوس فمتقيته من النهاردة يكون غني وساعتها بيسيب المكان ويمشي وبعد ما بيعدي سنة بتكون موجودة في اوروبا وابوها بيحاول اقناعها انها تتجوز وبيقول لها تقابل ابن صاحبه هيمانشو وتروح تستقبله في محطة القطر وتتعرف عليه وبالرغم من انها معترضة وبيقول لها انا مجبر زيك ومش عايز اتجوز دلوقتي وللأسف بيشوفها زعلانة وبيعرف ان فيه في حياتها حد تاني وبتبدأ تحكي له كل حاجة حصلت مع ديفي وازاي سابوا بعض وبقالها سنة ما تعرفش عنه حاجة وبتكون زعلانة ومتأثرة جدا وفي الوقت ده بيقول لها انا كمان في حياتي حد لكن بكرهو وبيعرفها انه زابة شرطة ناجح وحل قضايا وابض على مجرمين كتير وخد ميداليات واتكرم بسبب شجاعته لكن فيه حرامي مقدرش يمسكه ومش عارف هو مين وسرق اكتر من 700 مليون وبالناس بليهم هو شبح ومسمينه الشيطان وبيتدح لنا ان هو كمان بيتكلم عن ديفي حبيب شاينة لكن هما الكنين معرفوش وبيكون متجمع مع الزباط وبيقول الشيطان بيسرق الناس المشاهير وكل عملية الصوت وكانت في اوقات المهرجانات وتاني يوم بيكون عيد الاضحى والمسلمين بيصالوا وهو بينفز السرقة بتاعته لكن بيلاقي الزبط موجود قدامه فبيركب العجلة وبيحاول يهرب وهو بيكون وراه عايز يمسكه وللأسف ما بيكونش عارف لحد ما بيطلع السلاحه وبيضربه بالنار وبيسيبه في دراعه ومع ذلك بيهرب في اللحظة الأخيرة وتاني يوم بيبعط للزبط هدية ولما بيفتحها بيلاقي القناع بتاعه وصور الواحد هيسرق منه 50 مليون ربيع وبيقوله مستنيك تقبض علي فبيدوروا في كل الملفات وبينشروا صورته في التلفزيون لحد ما في النهاية بيقدروا يقبضوا عليه وبيقول لهم انا ساعي وبعمل شاي ومش لاقي آكل ومستحيل يكون معايا 50 مليون وده بيخلي الزبط يسيبه يمشي وبيقول رجالته انهم يرقبوه والساعي اول ما بيخرج بيحاول يطمن على فلوسه وساعاتها ديفي بيكون وراهم رقبو واول ما بيوصل للمكان وبيلاقيهم انهم موجودين بيتفاجئ ان ديفي وراه بيقدر ان هو يضربو ولما الساعي بيفوق بيلاقي الفلوس مسروقة والزابط بيضربو بالقلم وبيسألو ليه ما عرفتنيش الحقيقة من الاول وبعدها بنعرف انها بتاعت الوزير والزابط بيضربو هو كمان علشان بيزعق لي وفي الوقت ده ديفي بيكلمو في التليفون وبيشكرو علشان ساعدو وبيقول لنا كنت عارف ان الفلوس مع الساعي وما كنتش عارف هو مخبيها فين فبيقول له قريب هقبض عليك وهرميك في السجن فبيتريع عليه وبيقول له انا لو وقفته قدامك وحضنتك مش هتقدر تعرفني وبلاش تكون لوزر وبيكرر هكذا مرة وده بيخلي الزابط يحل شفرة الكلمة وبيعرف انها بتدل على رقم رحل طيران رايحة لدولة بولندا وفي الوقت ده بنرجع لوقتنا الحاضر وهو وقف مع شاينة وبيتعاحد بانه هيقبض عليه وسألتها ديفي بيروح لهم وبيسألهم على عنوان الدكتور انصاري وشاينة بتتفاجئ اول ما بتشوف قدامها وهو بيمشي وما بيكونش فاكرها خالص وتاني يوم بتكرر تروح للدكتور انصاري وبتكتشف ان ديفي موجود في بولندا علشان يتعالج لانه وقع من الدور السابع وفقد الزاكرة وبتعرض انها تاخده للبيت بتاعها وهو بيكون موافق ووقتها بتروح تشوفه وهو كالعدم استغرب يمين ومش فاكر حاجة من ماضيه وبعدها بيكلم الدكتور جايانت اللي موجود في الهند وبيشكره علشان زور له التقرير الطبية وبيساعده ينفس خطته وبيروح مع شاين البيت وبتعرف عليه منشو وبيكتشف ان هو ظابط وبدل ما يسلم عليه بيحضنه وبينفس كلامه لما قاله هكون قدامك وحضنك ومش هتقدر تتعرف عليها والظابط بيروح مقر الشرطة وبيعرف ان شيف هو هدف الشيطان الجاي لان كل الناس اللي سرقهم كانوا على علاقة بيه وهيكون في بولندا كمان يومين مع عام وزير الداخلية وفي نفس الوقت شيف بيدخل المستشفى وبتكون حالته حرجة جدا وللأسف ما بيقدرش ينكزه حياته بيموت والدكتور جهانت بيقول له ازاي تموت والمهمة لسه مخلصتش لكن بعدها بيتفاجئ انه لسه عايش وبنتجف انه بيقدر يحبس انفاسه لمدة 15 دقيقة وقاتا بيقرر يموته علشان رافض يقول من الشيطان وبعدها بيلاقي يديف في رايب الفندق وبيصورو وبيرجع البيت وبيحط خطته علشان ينفذها ولما بيكون في الشارع بيلاقي الزابط في الجريدة وبيقول انه هيبض على الشيطان وهو عمال بيدحك على كلامه فبيكلمه في التليفون وبيفضل يتريع عليه وبيقول له مستحيل توبض علي لكن بيقدر يحدد الموقع اللي بيتكلم منه وفجأة الشرطة بتوصل له وبتحصل المكان وهو متضايق ومش عارف يتصرف ازاي فبيمسك المسدس وبيهدد هيئة لنفسه وبيخليهم ينزلوا الاسلحة بتاعتهم وساعتها بينط من فوق الكبري وبيقدر في الاخر يهرب وبعدها الزابط بيلاقي القلادة اللي دتهاله شاينة وبيقرر يخدها وتاني يوم وزير الداخلية بيوصل بولندا وبيكون معاه ابن اخو شيف والزابط بيحاول يطمنهم بانه هيقبض علي الشيطان ولما بييجي الليل ديفي بيروح للزابط وبيكون معاه خامرة وبيخلي يذكر علشان يقول له كل حاجة عن المهمة وازاي هيقبض علي الشيطان وبيعزمه على حفلة بكرة علشان يشوفه وهو بيمتصر عليه وفعلا بيجي معاد الحفلة والمكان بيكون متأمن كويس وديفي بيستعد وبيلبس البادلة وبيكون جاهز وبيخاب المسدس اللي معاه وبيحط الرصاص مكان صباع الروج وبيوصل الحفلة وبيكون معاه شاينة وبحركة زكاء بياخد شانتتها وبيحط فيها صباع الروج ولما بيتفتشوا الزابط بيجي لهم وبيخليهم يعدوا من الامن وبعدها بيشوف شيف هناك وبيروح يتكلم معاه وكانوا واحد من معجبي وساقاتها بيلاقي سايب الحفلة وماشي وبحركة زكاء الثاني بياخد الرصاصة من شانتت شاينة وفي الوقت ده الشرطة في الهند بتكلم الزابط وبيقدروا يعرفوا البنت اللي اشترت القلادة وبيقولولو اسمها شاينة وابها المفاوض براجيش وعايش في بولندا وساقاتها بيتفاجئ وبيربط الأحداث كلها ببعض وبيتأكد ان الشيطان هو ديفي وشاينة بتكون حبابته وساقاتها شيف بياخد راشوة 50 مليون علشان يدخل أدوية فزدة للهند ووقتها بيوصل ديفي وبيسيطر عليهم وبينشر الغاز في المكان علشان يسرقهم لكن شاينة بتقف قدامه بتقدر تكشفه والزابط بيوصل للمكان وعايز يقبض عليه فبيهدد بانه هيموتها لو قرب منه وبيقولو لو مش مصدقني بص في عناية وانت هتتأكد وشاينة متفاجأ ومش قادرة تصدق ان هو حبيبها وبعدها بياخد خرطوم المطافي وبينط من فوق المبنى وبيركب الأوتوبيس وبيمشي في شوارق المدينة والشرطة بتطرد في كل مكان لكن محدش بيقدر يمسكوه وساعتها بيفجر وبيدمر الطيارة بتاعتهم وفي النهاية بيلاقي نفسه متحاصر والزابط واقف قدامه وبيقولو يوسع الطريق وهو مش راضي فبيسوي الأوتوبيس وبيقع بيه من فوق الكبري وبينزل في النهر وللأسف بيغرق فيه وبعدها شاينة بترجع الهند وابو ديفي بيحكي لها كل اللي حصل وبيقول لها في يوم شاف اتنين بينتحروا قدام عينيهم معهم جواب وبيعرف انهم كانوا أسرة سعيدة وفي يوم بنتهم جامكي بتفقد الوعي والدكتور بيبلغهم انها مصابة بورن في صدرها وساعتها باعوا كل أملاكهم وللأسف مش مغطية مصاريف العلاج فقرروا ينتحروا علشان مش هيقدروا يشوفوا بنتهم بتموت وتاني يوم بيروح لجامكي المستشفى وبيفتكر لما كانت بتاخد منه فلوس علشان تتعالج وبيكون زعلان جدا وصعبانا نفسه عليه وبيروح يحضنها وبيفضل يعيط وبيفكر ازاي سعيدها وبيرجع البيت وبيخلي أبوي يكتب له الشيك علشان يعالجها وبيروح يبيع العربية بتاعته وبيتنزل عنها وبعدها بيوصل لمسئول الصحة شيف وبيحكي له كل حاجة لكن بيرفض يساعد وبيعمله طريقة وحشة وبيديله متروبية وعايزه يمشي فبيقول له انا عمري ما هنسجميلك ابدا وبيسيب المكان وبيكون متدايق وزعلان جدا فبيروح لعضوة المجلس اللي جاوز بنتها غزبة عنها وبينزل تحت رجليها وبيفضل يعيط علشان تساعده وفي نهاية الامر بتديله الفلوس وبعدها الدكاترة بيعمله العملية الجامكي وبتنجح وهو بيدخل عليها وبيكون فرحان جدا ومش قادر يصدق نفسه وعمل بيعيط وكأنه تولد من أول وجديد ولما بيخرج بيلاقي أطفال كتير جدا قدامه عندهم نفس المرض والدكتور بيحكي له ظروفهم فبيكرر يخلي متاعته الحياة في الحياة هو انه يعالج الأطفال وبنرجع لوقتنا الحاضر وبينلاقي ديفي عايش بعد حدثة الأوتوبيس وعمل بيرقص وبيشوف الزابط قدامه وبيقعده قريب جدا هيقبض عليه فبيقول له يوم 14 الساعة 12 هسرق 500 مليون من صندوق الحزب وما حدش هيقدر يمنعني من أن يعالج الأطفال وساعتها بروح لشيف وبلاقيه موجود مع فلوسه وخايف جدا عليها وبعدها ديفي بيوصل للمكان وبيفضل يدرف كل رجالته وما حدش منهم بيكون قادر عليه لكن في نهاية الأمر بيقع على الأرض وبيفقد الوعي وشيف يدخل وبيلقي قطع النفس وكأنه مات لكن بيتفاجئ أن وايف فراو لسه عايش وبيخليه شيل القناعة اللي موجودة على وشه وبيقدر يتعرف عليه وبيقول له أنا اللي رفضت تساعدني وقدتني متر روبيا وبلغتك وعمري ما هنساك وساعتها بيدرب رجالته كلهم وبيقدر يتخلص منهم وبعدها بيمسك شيف وبيرميب عيد وهو بيتكهرب ووقتها بيفقد الحياة وبيموت وبعدها بيسلم أبو الفلوس علشان يخرف في اتجاه وهو يشغل الشرطة عنه وفعلا بيتلع يجري قدامهم والزابط مسك السلاح وعايز يموته لحد ما بيلاقي أطفال كتير جدا قدامه وبيعرف انهم رايحين يصلوا علشان المقارنع اللي بينقص حياتهم وديفي بيكون فرحان جدا بساعدة الأطفال وتاني يوم وزير الداخلية بيستبعد هيمانشو من القضية وبيكلف بيها زابط جديد وبيتشف وقتها ان هو ديفي وبيفضل يضحك ومش قادر يصدق نفسه وديفي بيقول له انا بحب الإصارة ولقيت متعتي في مساعدة الأطفال ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم فيحدوتا وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد